موسيقى 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 تمام أعطيكم العادة اليوم سنبدأ محاضرة اليوم عن مميزات الصحفي شوية أهم من المواصفات التي تواصف فيها الصحفي التي تتميز فيها الصحفي عن غيرهم الصحفيين والإعلاميين وشو هي أهم المميزات وشو هي أهم النقاط اللي لازم يتميز فيها ولازم يشتغل عليها حتى يطور ملكاته ومهاراته الإعلامية أول نقطة هي هم لا تعرف النقوص ورغبة ملحة وشهوة عارمة في العلم وحماس منقطع النظير وحرص على الفائدة إذن هم لا تعرف النقوص أي دائما البحث عن كل معلومة يجب أن يكون لديه رغبة ملحة في العلم وحماس منقطع النظير وحرص دائما على الفائدة وعلى تدوين النقاط المهمة وعلى تدوين كل معلومة يحصل عليها لأنه بحاجة أن ينقلها إلى الجمهور معارفة ثمرة العلم الجليلة وعاقبته المحمودة ونتيجته الرائدة البداية بالأهم فالمهم وتقديم أصول المسائل قبل فروعها خمسة اغتنام الحفظ وقت الصبا وأوائل الشباب ستة لتخصيص ومعرفة الفن الجيد والتركيز عليه لتظهر الموهبة إذن التخصص ومعرفة الفن الجيد والتركيز عليه لتظهر الموهبة الصحفية لدى الصحفي سبعة تنويع أساليب الطلب من التلقي على الأساتذة وقراءة الكتب وسماعة الدروس والتأمل والمذاكرة والمناظرة والبحث في الكتب وفي الأنترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي عن كل معلومة جديدة وتدوينها وبالتالي الحفاظ على كل المعلومات الجديدة التكرار مع ضبط المعلومة وتحقيق المسألة والرسوخ العلمي التكرار مع ضبط المعلومة وتحقيق المسألة والرسوخ العلمي الاهتمام بالإبداع والابتكار ونبز التقليد والمحاكاة الطواف في الفنون الأخرى يأخذ فكرة مع جرد المطولات والنظر فيما جدها مع العصر إذن الطواف في الفنون الأخرى يأخذ فكرة مع جرد المطولات والنظر فيما جده مع العصر الاهتمام بالتصنيف في فنه والتعليمه يعني إذا كان هو صحفي في الاقتصاب فلازم يهتم بالتصنيف في باب الاقتصاب إذا كان هو صحفي بالفن لازم يهتم بالتبويب والتصنيف في باب الفن إذا كان هو صحفي الثقافة فيجب أن يهتم بالتبويب ومراجعة كل جديد في مجال الثقافة إذا كان هو صحفي مؤرخ صحفي مهتم بالتاريخ فإذن يجب أن يبود ويفند كل شيء جديد فيه من معلومة تاريخية إذن الاهتمام بالتصنيف في فنه وتعليمه ومراجعته كل وقت العمل بالعلم النافع فإن هذا بيت القصيد ورأس المال مواصفات الصحفي معظم اكتبار الكتاب في الشرق والغرب بدأوا مسيرتهم الإعلامية كهوات ولكنهم أبدعوا في كتابتهم ولعل ما نقرأه اليوم عنهم كان اللبنة الأولى في تقدم الإعلام ولكي يحقق شباب اليوم من الذين يريدون الانضمام إلى صاحبة جلالة لا بد أن يستمعوا لبعض النصائح تكون لهم عونا وزادا يرجعون لها عند الحاجة اليقظة والذاكرة الحية والفكر الخلاق والضمير الواعي ونزعة المشاكسة التي لا تكف عن السؤال ولا تكتفي بإجابة واحدة يعني الصحفي لا يكتفي بإجابة دائما يبحث عن أسئلة جديدة يطرحها ويقدمها إلى الذي يجري معه حوار أو الذي يأخذ منه معلومة لكي يحصل على إجابات جديدة وبالتالي يحصل على معلومة جديدة وبالتالي يدونها وبالتالي ينقلها للجمهور أو للشعب الذي هو صلة وصل بينه وبين الحكومة في الصحافة هناك دائما موضوع جاهز للكتابة يفتح زراعيه مرحبا بإطارة ابتداء من سقوط طفل في حفرة مجاري إلى استقالة مسؤول الصحفي البارع يتنامى بالأدب يحييه الإقدام ويقتله التردد بمعنى أن الصحفي يجب أن يكون مترددا يجب أن يكون دائما مقداما وبالتالي يبحث ويغامر حتى يستطيع الحصول على المعلومات الجديدة ويستطيع الحصول على كل جديد وبالتالي يبحث عن ما يقدمه الجمهورة وبالتالي يبحث عن الأخبار الجديدة يبحث عن الحوارات الجديدة يبحث عن التحقيقات الجديدة المميزة وبالتالي يجب عليه معرفة دقائق الأمور فهذا أمر هام وضروري بالنسبة له مواصفات الصحفي الناجح قد يتعل الكاتب مبتدئ ويبرر من يرتضي مقابلتي وأنا كاتب مبتدئ لم يسمع به أحد ولا يثق بقدرته أحد قد يتعل الكاتب مبتدئ ويبرر من يرتضي مقابلتي وأنا كاتب مبتدئ لم يسمع به أحد ولا يثق بقدرته أحد الجواب يحتمل الوجهين فإذا كانت مقابلات الأثرياء والمشاهير والقادة وكبار السياسيين أو رجال أعمال بقصورة على نفر معروف من الصحفيين فكيف يبدأ هؤلاء مهنتهم لقد بدأوا المقابلات من أسفل السلم ثم ارتقت مهاراتهم بالصعود إذن الجواب يحتمل الوجهان إذا كانت مقابلات الأثرياء والمشاهير والقادة وكبار السياسيين أو رجال الأعمال مقصورة على نفر معروف من الصحفيين فكيف يبدأ هؤلاء مهنتهم لقد بدأوا المقابلات من أسفل السلم ثم ارتفعت مهاراتهم بالصعود من مزايا الصحفي الناجح قدرته على إجراء اللقاءات مع الناس وإدارته الحوار بلا بغقة والذكاء بمهارة وحذرة أدواته القلم والورقة وآلة التسجيل والكاميرا هذه الأدوات التي يمتلكها الصحفي تستطيع بالتالي أن يغير بها الفكر يستطيع بالتالي أن يوجه بها الجمهور يستطيع بالتالي أن يوصل أفكاره وأن تكون سلاحه الذي يستطيع أن يخاطب به الجمهور وبالتالي أن يوصل الرسائل عبره وبالتالي أن يتبادل الأفكار وتكون الرسالة الإعلامية بين مرسل ومستقبل وأداة لنقل الرسالة والتغذية الراجعة تكون صداها مؤثر وله وقع على الجمهور أعرف نفسك واصنع بصمتك ومعنى ذلك أن تتعرف على مواهبك التي منحك الله فتوظفها في بابها سواء علما أو عملا أو مهنة فإن لكل مذهبا ومشربا صنوان وغير صنوان إذن معنى ذلك أن تتعرف على مواهبك التي منحك الله إياها فتوظفها في بابها سواء عملا أو علما أو مهنة فإن لكل مذهباً مشرباً صنوان وغير الصنوان وقد علم كل أناس مشربهم ولكل مجهة هو مليها والناس أجناس حق على العاقل أن يمر فيها لجيه فاكتسب معارفك بنفسك بمهارتك وتجاربك ومزاولتك للأعمال ومباشرتك للحياة ومثاله الخطيب البارع فإنه لم يمهر ويتميز لأنه قرأ مجلدات في فن الخطابة بل لأنه صعد المنابر وأخطأ وأصاب وفشل ونجح وجرب وتدرب حتى بلغ الغاية في هذه الموهبة فإذا أردت البراعة في أي علم أو عمل أو موهبة فاغمس نفسك فيه وانصهر في معاناته واحترق بحبه وكن شغوفاً به إلى درجة العشق وللناس فيما يعشقون مذاهب وكما قال الشاعر وإنما رجل الدنيا ووحدها من لا يعول في الدنيا على رجل فلا تظن أن النجاح سوف يقدم لك هبة على طبق من ذهب فلا تظن أن النجاح سوف يقدم لك هبة على طبق من ذهب وإن أقبح نصر ما هو ما كان عن هبة وأقبح النصر نصر الأغبياء فهم سوى فهم كم باعوا وكم كسبوا لكن النجاح الغالي هو ما حصل بجهد وعرق ومشقة ودموع ودماء وسهر وتعب ونصب وتضحية وفداء وكما قال أبو الطيب لولا المشقة ساد الناس كلهم أجود يفقر والإقدام قد تالوا إذن كما قال أبو الطيب لولا المشقة ساد الناس كلهم أجود يفقر والإقدام قد تالوا إن الناس لا يرحمون الفاشل وكما قيل إذا وقع الجمل كثرت سكاكينه لأن الناس لا يحترمون إلا كل ناجح متفوق فتراهم ينظرون إليه خاشعة أبصارهم إذا كنت عالما أو نابها أو غنيا أو مرموقا أو مطلحا أما البليد الغبي الفاشل الساقد فلا تلمحو العيون لأنها لا تراه أصلا من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام مميزات إضافية طرح الأفكار الغير مستهلكة الجرأة في طرح الموضوع الحيادية احترام جميع الطوائف إذن مميزات إضافية طرح الأفكار الغير مستهلكة الجرأة في طرح الموضوع الحيادية احترام جميع الطوائف والعقائد مميزات إضافية يجب أن تتوفر بالصحفي قبل أن نتحدث عن المميزات الإضافية أريد أن تبوّبوا لي في عدة نقاط أهم النقاط التي لفتت انتباهكم في مميزات الصحفي أريد الآن مشاركاتكم أنا بانتظار مشاركتكم الآن ما هي أهم مميزات الصحفي قبل أن ننتقل إلى النقطة الثالثة وهي المميزات طرح المواضيع غير المستهلكة أيضاً الجرأة الجرأة في طرح الموضوع أيضاً الحيادية عدم التردد السرعة المصداقية الحواد الافتكار نبدأ إجراء إقاءات مع الناس الحواد الافتكار احترام الأديان الهجاء السليمي الذي نفتقده كثيراً الصحفيين يوم المهني والموضوعي تتحدثون أنتو عن الأفكار التي هي موجودة لديكم أنا أريد أفكار تقدمتها في المحاضرة الآن مواصفات صحفي الهم العالية اغتنام شبابهم في الحفظ والعمل مصطفى أحسنت يا مصطفى التخصص اكتساب ثقافة واسعة وشمولية البداية بالأهم ثم الأهم حب البحث عن التفاصيل الإبداع والابتكار اغتنام الحفظ والصبا أحسنت يا إسراء اللباقة والذكاء إتقان اللغة العمل بالعلم النافع صحيح لو أردتم ممكن أن نعيد لو تأخرتم بالدخول إلى المحاضرة ممكن أن نعيد المحاضرة من بدايتها بحاجة أن نكرر أو نتابع القدرة على استخدام التقنيات الحديثة محو الأمية التقنية نتابع استخدام الأدوات أنا تحدث عن نزعة المشاكسة لدى الصحفي نزعة المشاكسة التي لا تكف عن السؤال ولا تكتفي بإجابة واحدة وتبحث دائما عن إجابات جديدة هذه لم يذكرها أحد الاهتمام في مجال واحد وعدم تشديد جهوده الفضول صحيح إذن الكارزمة والنزق الفضولي اليقظة والذاكر الحية والضمير الواعي ونزعة المشاكسة صحيح التمكن من اللغة والشجاعة والثقة بالنفس وتمكن من سرط الخبر أو القصة الخبرية بطريقة سلسة تجد الفقاري أو المستمع أو المشاكسة تماما إذن نتابع في مميزات الصحفي الأدب صحيح يا محمود صحيح مميزات إضافية مهارات التواصل الجيدة الصحفي الناجح يمتلك مهارات عالية بالكتابة إذن هو اللم بقواعد النحو والهجاء السليم حتى يتمكن الصحفي من الكتابة على المواضيع المطروحة بوضوح وإيجاز في كافة الوصائف الإعلامية وقف صحفيين يتحدثان فقال الصحفي الأول البلاغة هي الإيجاز فأجابه الصحفي الثاني البلاغة إيجاز إذن وقف صحفيين يتحدثان فقال له الصحفي الأول البلاغة هي الإيجاز فرد عليه الصحفي الثاني وقال البلاغة إيجاز المعرفة الجيدة بقواعد البيانات البلاغة الجيدة بقواعد البيانات وأمضيات الأرشفة إتقان مهارات استخدام التكنولوجيا إذ يقضي الصحفي وقتاً طويلاً في البحث عن المواضيع المتنوعة باستخدام الكثير من المصادر وبرامج الكمبيوتر وتساعد الأجهزة الإلكترونية الكاميرات والمسجلات على جعل مهامه أسهل بكثير الثقة العالية بالنفس البلاغة النفسية عند إجراء المقابلات مع مختلف الأشخاص التفكير بسرعة النقد البناء توظيف المنطق إن مهمة الصحفي ليست وظيفة فحسب رغم أن عمله كباقي الأعمال لكن ما يميز بهنة الصحفي أنها عمل غير مألوف بالإضافة إلى أنه عمل مثير ومشوق بذات الوقت الصحفي جيد يجب أن يكون فضوله وحب الاستطلاع لديه لدرجة عالية بعض الشيء ومحب للغة التي يكتب فيها بالإضافة إلى الاهتمام والعناية بالناس ومن أهم ما يميز الصحفي هو قدرته على العمل ضمن المجموع ويتأقلم معها ويكون شديد الإحتمال للإجهاد معامل السرعة لإنجاز ما هو مطلوب منه وأن يكون له حاسة سادسة للشيء الجوهري والأساسي كل هذه الصفات يمكن للإنسان اكتسابها إذا درب نفسه عليها إذن الصحفي الجيد يجب أن يكون فضولي ويجب أن يكون لديه حب الاستطلاع بدرجة عالية بعض الشيء ومحب للغة التي يكتب فيها بالإضافة إلى الاهتمام والعناية بالناس ومن أهم ما يميز الصحفي هو قدرته على العمل ضمن المجموع ويتأقلم معها ويكون شديد الإحتمال للإجهاد معامل السرعة في الإنجاز في إنجاز ما هو مطلوب منه وأن يكون له حاسة سادسة للشيء الجوهري والأساسي كل هذه الصفات يمكن للإنسان اكتسابها إذا درب نفسه عليها من الممكن أن تتخلى العمل الصحفي نزاعات ومشاحنات عديدة واختلاف في الرأي بين من يكلف بمهمة ما وبين من تقع على عاتقه تنفيذ هذه المهمة ثم وقبل أي شيء ما هو المصدر الذي قد سيحتاجه الإنجاز هذا العمل أيضا من المميزات الإضافية تقع على عاتق الصحفي مسؤولية احترام القوانين والأنظمة وهذا لا يعني تحرر الصحفي من المسؤولية الشخصية بجاه ما يكتبه إن الثقب الصحفي وبعمله من أهم المقومات إذا انتقع على عاتق الصحفي مسؤولية احترام القوانين والأنظمة وهذا لا يعني تحرر الصحفي من المسؤولية الشخصية بجاه ما يكتبه إن الثقب الصحفي وبعمله من أهم المقومات إذا انتقع على عاتق الصحفي مسؤولية احترام القوانين والأنظمة وهذا لا يعني تحرره من المسؤولية الشخصية بجاه ما يكتبه إن الثقر الصحفي بعمله من أهم المقومات وأهلات الصحفي أن يكون للصحفي خلفية سياسية واقتصادية وثقافية وتاريخية وافية يجب أن يكون للصحفي خلفية سياسية واقتصادية وثقافية وتاريخية وافية لكي يفهم بشكل عميق الشؤون المحلية والدولية والتطورات الاقتصادية والسياسية داخل البلاد وخارجها ينبغي أن يكون الصحفي واعياً وأن يفهم المغزى الاجتماعي لمهنده ومسؤوليته إجاه الجمهور الذي يواجه له كتاباته كما يجب أن تتوافر لديه وجهة نظر واضحة إلى العالم وأن يفهم بشكل واضح حاجاته ورغباته وآمال الناس ينبغي أن تكون لديه الرغبة في قول الحقيقة وأن يكون لديه ما يكفي من الجدية والحصانة التي تجعله ينفذ إلى الحقيقة والخوض عميقاً لقنص جوهر الأحداث وحقيقتها إذن سنكرر هذه النقاط هناك مؤهلات هذه ليست مميزات الآن مؤهلات للصحفي يجب أن تكون متواهرة فيه حتى نستطيع أن نقول أن هذا صحفي أن يكون للصحفي خلفية سياسية واقتصادية وثقافية وتاريخية وافية لكي يفهم بشكل عميق الشؤون المحلية والدولية والتطورات الاقتصادية والسياسية داخل البلاد وخارجها ينبغي أن يكون الصحفي واعياً وأن يفهم المغزى الاجتماعي لمهنته ومسؤولياته تجاه الجمهور الذي يوجه له كتاباته كما يجب أن تتوافر لديه وجهة نظر واضحة إلى العالم وأن يفهم بشكل واضح حاجاته ورغباته وآمال الناس ينبغي أن تكون لديه الرغبة في قول الحقيقة وأن يكون لديه ما يكفي من الجدية والحصانة التي تجعله ينفذ إلى الحقيقة والخوض عميقاً لقص جوهر الأحداث وحقيقتها ينبغي أن يكون للصحفي الشجاع الكافية لمناصرة الحقيقة والدفاع عنها حتى في الظروف الصعبة يجب أن يتحل الصحفي بالإحساس بالمسؤولية وبالدقة والعناية والصبر والابتعاد عن إصدار حكم قاطع قبل معرفة كل دخاء للأمر كما ينبغي أن يكون له الشجاع الكافي لإعادة تصحيح أخطائه حتى لو صعب عليه ذلك يجب أن يتمتع الصحفي بقوة الملاحظة وقدرته على العمل بسرعة ودقة يجب أن يتمتع الصحفي بالقدرة على الكتاب ببساطة وأسلوب طبيعي وأن تكون لديه ثروة غنية ووافرة من المفردات بالإضافة إلى معرفته بالأدب إن معرفة اللغات الأجنبية هو الضروري بالنسبة للصحفي فهو يزيد من ثروته الثقافية وتساعده أيضاً في توسيع وتحسين طاق عمله إلى جانب هذه المواصفات الشخصية والإنسانية ثمة مميزات خاصة لا يمكن فصلها عن العمل الصحفي وهي أن يمتلك المخبر الصحفي القدرة على تشخيص الأحداث ومعرفة أهمية التطورات جارية داخل بلاده أن تكون له القدرة على تشخيص الدلائل التي تقوده إلى اكتشاف الأخبار الهامة أي تشخيص الحقيقة ذات الأهمية الخاصة لدى القارئ أن يكون المخبر قادراً على تشخيص الأخبار الأخرى التي قد تكون ذات علاقة بالمعلومات المعينة المتوفرة لديه أن يمتلك المخبر الصحفي القدرة على تشخيص الأحداث ومعرفة أهمية التطورات الجارية داخل بلاده أن تكون له القدرة على تشخيص الدلائل التي تقوده إلى اكتشاف الأخبار الهامة أي تشخيص الحقيقة ذات الأهمية الخاصة لدى القارئ أن يكون المخبر قادراً على تشخيص الأخبار الأخرى التي قد تكون ذات علاقة بمعلومة معينة متوفرة لديه إذن لديه قدرة بالتالي على موضوع التحليل والترتيب تحليل الأبكار وترتيبها وربطها ببعضها وبالتالي الوصول إلى استنتاجات وقلاصات ونتائج وحل المسائل والبحث في أصولها وفروعها يجب أن يملك الصحفي ما يسمى الحاسة الخبرية ويعني ذلك أن على المخبر الكف المخبر الكفء التبكير بكل شيء وأن ينظر إلى كل التطورات من زاوية أنها يمكن أن تتحول إلى قصة خبرية وهذا يعني أنه حتى في حالة وقوع تطور معاكس للتوقع فأن هذا التطور قد يزيد للمخبر بأساس ومادة ومنطق لكتابة قصة خبرية جيدة إذن يجب أن يمتلك الصحفي ما يسمى الحاسة الخبرية ويعني ذلك أن على المخبر الكفء التبكير بكل شيء وأن ينظر إلى كل التطورات من زاوية أنها يمكن أن تتحول إلى قصة خبرية وهذا يعني أنه حتى في حال وقوع تطور معاكس للتوقعات فإن هذا التطور قد يزود المخبر بأساس ومادة ومنطلق لكتابة قصة خبرية جديدة أفتح الباب مجدداً للأسئلة إذا كان في هناك أي استفسار طيب الآن سأعطيكم 10 دقائق أو ربع ساعة ربع ساعة لكتابة أهم الأفكار التي وردت في المحاضرة في محاضرة اليوم على شكل خبر مكتوب أو على شكل نقاط على شكل نقاط بالإضافة لذلك أريد كتابة خبر عن نشاطات فريق ملهم التطوعي إذن أريد أمرين الأمر الأول كتابة النقاط التي وردت سأعطيكم ربع ساعة كتابة النقاط التي وردت في المحاضرة إلى الآن ثلاثة اثنين كتابة خبر التطوعي عن فريق ملهم التطوعي سأعطيكم ربع ساعة إذن مواصفات الصحفي مواصفات الصحفي البداية في أهم المواضيع في الحوار الابتكار ونبذ التقاليد الطواف في الفنون الأخرى لا تكفيه الإجابة الواحدة في الحوار اليقظة والاهتمام والذاكرة الحية والذاكرة الحية معرفة دقائق الأمور مظهام وضروري وللصحف الناجح مواصفات أيضا هي قدرتها على إجراء للدقاءات مع الناس وإدارته الحوار بلا باقة وذكاء طرح الأفكار غير المستهلكة مهارات عالية في الكتابة لديه خبرة في التخدام التكنولوجيا وطرق الأرشفة حاسة سادسة للجوهر لجوهر الموضوع ثقافة عالية بحب الاستطلاع انحياذ سرعة للأعمال أدواته القلم والورقة وآلة تسجيل والتامرة أحسنت يا أحسين وأحيات الصحفي الخلفية سياسية ثقافية تاريخية واعي ولديه مسؤولية تجاه أبسط الأمور وجهة نظر واضحة والرغبة في قول الحقيقة شجاعة لقول الحقيقة وحتى تصحيح خطائه نقطة عالية في الأداء خبر كامل مع مقدومة جسم خبر وخلفية طبعا خبر كامل مع عنوان ومقدمة وعرض وخلفية الخبر ميسون أحمد صالح لا بد لتحقيق النجاح لأي صحفي من تحقيق بعض الأمور أهمها اليقظة والإقدام والبعد كل البعد عن التردد كما أنه يجب أن يكون قادرا على إجراء اللقاءات بلباقة والذكاء والثقة بنفسه أهم داعي أهم داعي له وحياديته لها أهمية أيضاً يجب أهميته له أهمية أيضاً في نجاحه ولا يخفى علينا أن الراحة النفسية والتفكير بسرعة من أساسيات نجاح وتقع على عتق المسؤولية احترام القوانين والأنظم مميزات الصحفي مميزات إضافية للصحفي الناجح طرح أفكار غير مستهلكة الجرأة في طرح الموضوع الحيادية احترام جميع الطوائف والعقائد مهارات التواصل الجيدة امتلاك مهارات عالية بالكتابة والإلمان بقواعد النحو والهجاء السليم حتى يتمكن الصحفي من الكتابة عن المواضيع المطروحة المواضيع المطروحة بوضوح وإلجاز في كافة الوسائط العالمية المعرفة الجيدة بقواعد بيانات وأنظمة الأرشفي اتقام مهارات استخدام تكنولوجيا الذي يقضي الصحفي وقتا طويلا في البحث عن المواضيع المتنوعة باستخدام الكثير من المصادر وبرامج للكميوتر وتساعد الأجهزة الإلكترونية كالكاميرات والمسجلات على جعل مهامه أسهل بكثير الثقة العالية بالنفس الراحة النفسية عند إجراء المقابلات التفتير بسرعة النقط البناء توظيف المنطق العمل ليس وظيفة فحسب فضول وحب للاستطلاع بدرجة عالية محب للغة الاهتمام والعناية بالناس العمل ضمن المجموع تحمل الإجهاد مع السرعة الحاسسة السادسة الشيء الزهري والأساسي واحترام القوانين والأنظمة تحقيق الصحفي وعمله خالد حسين يار بكرلي مواصفات صحفي أن يكون لديه قضية ويسعى خلف الحقيقة ويحترم الطرف الآخر ومحاولة الحصول على المعلومات الخاصة كما يجب أن يكون لديه آلية لأرشفة المعلومات وثقافة عالية ويحب أن يكون لديه أكثر من اللغة يعرفها مميزات صحفي إسراء الحسين مميزات صحفي احترام القوانين والأنظمة الجرأة في طرح الأفكاد الحيادية احترام جميع الطوائف ومؤهلات الصحفي الرغبة في قول الحقيقة الشجاع لمناصات الحقيقة يتمتع بقوة الملاحظة ومعرفة اللغات تشخيص الأحداث والأخبار والبلائل يمتلك الحاسة الخبرية مروان من ضمن المحاضرات الخاصة بالبرنامج التدريبي للإعلام الجديد في مشروع جامعة رشد الافتراضية كانت لمحاضرة اليوم عن أهم المواصفات والمميزات للصحف الناجح ومن أهم النقاط التي وردت مواصفات الصحفي الناجح الطوائف في الفنون الأخرى الثقافة العالية الإبداع في الكتاب العمل على الدؤوب على المستمر والإنغماس في العمل وطرح الأسئلة مع بداية فصل الصيف يطلق فريق ملهم التطوع العامل في الشمال السوري المحرر حملة شوبلي مساعدة الآلاف من العائلات التي تسكم في الخيام وذلك بشراء مراوح لتغفيف من معاناتهم ومساعدتهم على تحمل الحر الشديد يا مؤيد 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 مشرق الخبر شوي يعني بدوا إعادة صياغة بدي خبر منكم الآن عن فريق ملهم التطوعي تكتبوا لي خبر عن نشاطات فريق ملهم التطوعي فريق ملهم ينشر الفرحة في مخيمات اللاجئين خالد ديار بكرلي فريق ملهم ينشر الفرحة في مخيمات اللاجئين بمناسبة العيد قام فريق ملهم التطوعي بتوزيع الهدايا على أطفال المخيمات في الشمال السوري بالتنسيق مع المنظمات الإغاراتية التركية ولاقت هذه اللفتة استحسان أهالي المخيمات لما نشرت من فرح على محي الأطفال رغم الحالة المعيشية الصعبة يذكر أن فريق ملهم التطوعي يقوم على شباب وفتهاب يقدمون الجمد تطوعا وحاز على سمة طيبة وسط المنظمات التي تعنى بالشأن السوري ملاحظة الخبر من عندي لأنني لأتابع أخبار الفريق تبه بدي مشاركة البقاية بقاية الطلاب المشاركين معنا في الدورة التدريبية عن فريق ملهم التطوعي لو سمحت أنا كتب تخبر ولكن ليس عندي عن فريق ملهم التطوعي ولكن ليس على أكبر ليس عن فريق ملهم التطوعي هذا خبر عن طريق منهم التطوع لماذا مشاركات لنا اليوم؟ السؤال يابطول تفضل الفريق تطوعي في سوريا فقط؟ لا، الفريق أكثر من دولة بالعالم له متطوعين ممكن تستعينوا بالانترنت طبعا لبطال معلومات عن الفريق تحت مالك موسى تحت شعار كنعوني لهم يعني نفرق منهم بتطوعي عن حياتي حملة لجمع التبرعات للأفقال الأيتام والمهجرين في مقيمات النزوح الخبر من الصيارة كما بعرف عن الفريق طيب ممكن تستعينوا بالانترنت ميزات صحف أنه ممكن يستعين بالانترنت ليطالع معلومة نحن نبحث عنه صاحب صحافة ملك موسى أهلا وسهلا يا ملكي تعادتي أرسم البسمة على وجوه الأطفال في كل مكان يدخل إليه فريق منهم بتطوعي أسعب كثيرا من أطفال المهجرين بتوزيعه بتوزيعه عيديات مناسبة عيد الفطر نحن نبحث عن خبر بفريق ملهم التطوعي نفوت على جونجل عبد المجيد دلال عبد المجيد دلال فريق منهم التطوعي يسعى لنشر البؤس يسعى لنشر ما مفهوم الخبر فريق منهم التطوعي يسعى ضمن الخيام هذا مكتبته بعض الصحف الحافظة المعارضة من العزمة الفريق وتحقيق المعنويات ونزع ثقة الشارع لكن جاء الرد كما يجب خروج مئات الأشخاص من بعد عدة دول بمسلات وأيدي الفريق ودعم الإستمرار بعطائه الذي لا يكاد أن ينبره أم أطلاته لا، فريق منهم التطوعي فريق منهم التطوعي قام فريق منهم التطوعي بجولة ميدانية اليوم الأربعة الموافق لأربعة يوليو في 2020 على تجمعات مخيمات أطمض من الحملة التوعوية ضد جائحة كورونا وتوضيح المخاطر من انتشاره بين السكان وقام بتوزيع بعض المواد التعقيمية على بعض النازحين نحن نبحث عن خبر فنكتب مثلاً فريق ملهم التطوعي نحن نبحث عن خبر فنكتب مثلاً فريق ملهم التطوعي هذا هو صفحة الفريق الموقعون الإلكتروني هنا يطلع لكم لمحة عن ملهم مثلاً هو مسمى هذا الفريق على اسم ملهم فائز بوريفي من المحافظة البقية مدينة الجبلة تمام؟ هنطل لكم معلومات عنه أو معلومة دراسته حائز على شهادة جامعية في إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية العلومة والتكنولوجيا والنقل البحري اللاذقية ملهم كان يضحك كما تعلم الضحك ليكون رفيقة للأبد هنا عرفة ملهم طمام؟ هل رفع عن الفريق؟ هون كيف التمرع على ملفات الشفافية؟ تستخدم الملهم؟ من نحن؟ هل بشكل سريع عن الفريق على موقعون الإلكتروني؟ هاي آخر الأخبار هون بتشوفوا آخر أخبار بالفريق مثلا لو بدنا نبحث عن خبر تاني بدنا نبحث عن خبر يخص تركيا أنا قلت لكم كيف طريقة البحث على محرك البحث جوجل على جوجل كروم وتكتبوا تركيا مثلا تاختبوا بالأدوات وبتكتبوا أنه بدي أخبار آخر أسبوع أو آخر 24 ساعة آخر 24 ساعة حين أدعو لمقاطعة تركيا سلام هون طلعت لكم كل الأخبار أدعو لمقاطعة تركيا عقدون معها صفقات أسكرية مراصد تفنيد الأكاذيب هون عاجل وسائل جيش الليبي الحكومة الإسبانية تراجع عن قرار إعادة فتح حدودها البرية مع فرنسا والبرتقال إعلام محلي الجيش الليبي يعلن القبض على قائد بالس في ميليشيا الكانيات التابعة هاي هون الفتنة على وكاة الأناظرون هاي هون طلعت الجزيرة هون الشرق الأوسط طعم لو بدنا خبر مثلا عن سوريا نكتب سوريا أعطاني أهم الأخبار خلال آخر 24 ساعة أعطاني أهم الأخبار أخبار ستاي نيوز قبل أربع ساعات تم الأعطاني أهم قبل ثمان ساعات مثلا قبل مكتبته شايفين هاي الأخبار متعلقة بآخر 24 ساعة خلا إذا بتكون تبحثوا بدقة أكتر مثلا بتكتبوا سوريا مثلا الجيش الحرب ما في معلومات أو معلومة بهذه الموضوع سوريا مثلا دمشق أو تركيا سطنبون أو تركيا مثلا هاي طلعت كل الأخبار متعلقة بسوريا إذا كنا نحن نحكي أنه يجب أن يمتلك المخبر الصحفي القدرة على تشخيص الأحداث ومعرفة أهمية التطورات جالي داخل بلاده أن تكون له القدرة على تشخيص الدلائل التي تقوده لإكتشاف الأخبار الهامة أي تشخيص الحقيقة ذات الأهمية الخاصة لدى القارئ أن يكون المخبر قادرا على تشخيص الأخبار الأخرى التي قد تكون ذات علاقة بالمعلومة المعينة المتوفرة لديه يجب أن يمتلك الصحفي ما يسمى الحاسة الخبرية ويعني ذلك أن على المخبر الكفأ التفكير بكل شيء وأن ينظر إلى كل التطورات من زابة أنها يمكن أن تتحول إلى قصة خبرية وهذا يعني أنه حتى في حال وقوع تطور معاكس للتوقعات فإن هذا التطور قد يزود المخبر بأساس ومادة ومنطلق لكتابة قصة خبرية جديدة التجرد التام على المراسل أن يجرد نفسه من كل الأهواء والانتماءات العرقية والدينية والقومية ليكتسب المهنية ثم النجاح نقل الأحداث بصدق وموضوعية يجب على المراسل أن يظهر الحقيقة كما هي بدون زيادة أو مقصان وأن يبتعد عن التلاعب بالألفاظ والمعاني ولا يعتمد إخفاء أي جانب من جوانب الحقيقة حتى لو تقاطعت مع أفكاره وقناعاته إذن التجرد التام بمعنى أنه على المراسل أن يجرد نفسه من كل الأهواء والانتماءات العرقية والدينية والقومية والحزبية يكسب المهنية وبالتالي أن يكون على مسافة واحدة من الأطراف أن يكون إذا هناك أطراف صلاح أو أطراف نزاع أن يكون هو على درجة من الحيادية من هنا نقل الأحداث بصدق وموضوعية يجب على المراسل أن يظهر الحقيقة كما هي بدون زيادة أو نقصان وأن يبتعد عن التلاعب بالإلفاظ والمعاني ولا يعتمد إخفاء أي جانب من جوانب الحقيقة حتى لو تقاطعت مع أفكاره وقناعاته الإلمام الثقافي والتعدد في المعلومة يجب على المراسل الناجح أن يكون ملمما بكل العلوم وبشكل واسع وأن يراعي التعددية في المعلومة ومصادرها كما يجب أن تكون ثقافتهم متنوعة ومجددة وشاملة بكل العلوم والمعارف الاستعداد الدائم للعمل من المهم جدا أن يدرك المراسل الصحفي أنه مكلف في أي وقت بالقيام بالمهمة في أي مكان أو زمان لذلك عليه التحلي بالاستعداد الدائم للعمل مهما اشتدت الظروف وقبر حجم المخاطر أدت الأمان ودراسة خارطة المكان عندما يكلف المراسل بالقيام بمهمة صعبة في مناطق حربية ساخن عليه أن يهني أدت الأمان الضرورية وأن يؤمن كل وسائل الاتصال التي يحتاجها وكذلك يجب أن يبلغ المقربين منه بوجهته ويحيط عمله بالسرية التامة وعليه أن يطلع على خارطة الموقع الذي سيعمل عليه من ناحية مدخله ومخرجه ومكامل الخطر شبكة الأصدقاء والزملاء في مكان العمل من المهم جدا أن يشكل المراسل شبكة من الأصدقاء والزملاء في بيئته المهمة المكلفة بالعمل عليها للمساعدة عند الحاجة التخصص في مجال المراسل الصحفي لا يوجد شيء اسمه تخصص المراسل الصحفي في موضوع معين بل يجب أن يكون عمله المراسل شاملا لكل المواضيع من دون التقيد بموضوع معين أو تخصص محدد الشجاعة والصدق والأمانة من أهم المعايير التي يجب أن يتحلى بها المراسل لأنه على تماث مباشر مع الحدث ولذلك يعتبر مسؤولا على الحقيقة أمام الرأي العام إذن شبكة الأصدقاء والزملاء في مكان العمل هذه نقطة مهمة جدا ويجمل انتباه لها من المهم جدا أن يشارك المراسل شبكة من الأصدقاء والزملاء في بيئته المهمة المكلف بالعمل عليها للمساعدة عند الحاجة التخصص في مجال المراسل الصحفي لا يوجد شيء اسمه تخصص المراسل الصحفي في موضوع معين بل يجب أن يكون عمل المراسل شاملا بعكس الصحفي المتخصص الصحفي يكون متخصصا أما المراسل فيكون شاملا لكل المواضيع بمعنى أنه يعرف شيء عن كل شيء ويعرف كل شيء عن شيء إذن يعرف شيء عن كل شيء ويعرف كل شيء عن شيء الشجاعة والصدق والأمانة من أهم المعايير التي يجب أن يتحلى بها المراسل لأنه على تماثم مباشر مع الحدث ولذلك يعتبر مسؤولا عن الحقيقة أمام الرأي العام يجب أن يتمتع بأسلوب المناورة والتفاوض أي يجب أن يكون المراسل ناجحا ذكيا مناورا مفاوضا جيدا حتى يستطيع الوصول إلى الحقيقة الكاملة بدون تأخير أو حرج أو مأسق أو خطر إذن يجب أن يستطيع المناورة والتفاوض يجب أن يكون المراسل ناجحا ذكيا ومناورا مفاوضا جيدا حتى يستطيع الوصول إلى الحقيقة الكاملة بدون تأخير أو حرج أو مأزق أو خطأ اعتماد مصادر دقيقة ومتجددة على المراسل أن يعتمد مصادر دقيقة ويحافظ على سرديتها وأن يفتح قنوات مصادر جديدة كلما استجدت الظروف والأحداث فالاعتماد على مصادر دقيقة ونزيها ستجعل المراسل مصدرا للمعلومة الموثوق خطيبها للجمهور التواصل الاجتماعي من الضروري جدا أن يتبتع المراسل الناجح بحضور اجتماعي وأن يكون مقبولا لدى الآخرين حتى يتمكن من إنجاز عمله بدون معلوقات ويضمن تفاعل الجمهور مع مادته الإعلامية إذن أريد الآن منكم القسم الثاني المحاضرة أن تلخصوها على شكل نقاط الأفكار التي استشفيتوها أو التي استخلصتوها من القسم الثاني من المحاضرة وأنتوا عمد تقول لي لسا تكون أخبار فريط منها من التطوع تمام الآن بدنا الأفكار تبع القسم الثاني من المحاضرة بالانتصار مشاركتكم بأهم النقاط التي وردت في القسم الثاني الآن من المحاضرة هل يوصل الصوت لعنكم؟ هل يصل الصوت إليكم؟ هل يوصل الصوت لعنكم؟ طيب لحابتح الفانل المايت لو فيه أسئلة بتحبوه يلي بده يشارك يطلب أنه المايت اللي أعطيه المايت تسأل الصوت واضح تمام نعم بالنسبة لرأيي بكتابتكم الكتابة لحد الآن كلها في إطار جيد يعني لا يوجد شيء مميز أو كثير خارق للعادة أو مميز جدا حتى نقول إنه هذا الشيء كثير مميز ونأخذه كمثال لكن الأمر يتعلق بإمكانية استمراركم على موضوع القراءة أو إمكانية استخلاص المعلومات والمفردات الجيدة وبالتالي تطوير مهاراتكم الكتابية مواصفات صحفي التجارة التامة من الأهواء العربية شبكة الأصدقاء في مكان العمل تخصص في مجال المراسلة الصحفية لا قلنا بإمكان المراسل المراسل يجب أن يكون شاملا بعكس الصحفي المحرر الذي يجب أن يكون محرر الخبر الذي يجب أن يكون مختصا الشجاع والصدق والأمان الاعتماد على المصادر الدقة والتواصل الاجتماعي صحيح أريد مداخل لو سمحت طيب أوكي شكراً يعطيك العافية استاذ فراس الله عافية مداخلتي هي يعني ما أنا فني هي إدارية حضرتك أحياناً عم تطلب أنه نكتب منخص أو الفائد اللي استنتجناها يعني أنا صريح ما عم نلحق نكتب كلمتين عم تنهينا الوقت ما عم نلحق نجمع أفكارنا ونكتب سواء على الموبايل أو على اللابتوب ما عم نلحق نكتب فنحنا منتمنى أنا بالنسبة إلي وأظن أنه بعض الزملاء أو الغالبية هيك عم بصير معهم عم تقولنا حضرتك تكتبه ملخص أو كذا صدقاً أنا ما بكون لسه كتبت كملت السطر عم تقولنا يلا هاتو أقل ما يمكن أنه تمنحنا فترة مؤقتة عشر دقايق أكتر أقل لكن نقدر نجمع أفكارنا ونكتبها أما شو عم بصير حضرتك عم تقولنا عم تقولنا ملخص أنا يا دوبني عم كمل السطر ما بكون كملته أوكي انتهينا أو مو بمعنى انتهينا إنه يلا قدمي فما عم بصير فرصة لا عم نجمع أفكارنا ولا عم نلحق نكتب ولا عم بصير هالشي هذا فمنتمنى إذا في إمكاني يعني نتعاون على هالنقطة هاي بكون كتير ممنونة أعطيكم وقت أكتر؟ ما شغلة أكتر اللي لاحظتو أنا خلال المحاضرات الماضي متل ما تلاحظت راك تكتبه الملخص لسا ما عم نكون نلحق نكمل الفكرة هذا عصف ذهني يعني ممكن تكتب انت فكرة أو فكرتين أو ثلاثة وغيرك يكمل ثلاثة أفكار الثانية هذا الأصد من اللي اكتبوا يعني مو الأصد أنك انت تحيط بكل النقاط أو بكل الأفكار اللي ورده بس تشوف شو أهم الأفكار اللي هي علقت بزهنك حتى نثبت باقي النقاط من زملائك يعني هذا المقصود كان بالعصول زيني طبعا شكرا أنا بتم تهمان على غير المقصود شكرا لك بالنسبة لأحا أمنحكم كمان وقت أكبر يعني شكرا لملاحظتك لحا أمنحكم وقت أكثر يا أخي عبد الرزاق ويبدو أنه يعني ملاحظتك محقة أكيد إذن سأمنحكم وقت إضافي بالنسبة لتدوين النقاط يبدو أنه محق الأخ عبد الرزاق بهذه اللقطة أنه ممكن الوقت لو كان أكبر يمكن أنه يكون المجال أوسع للمناقشة والبحث إذن سأعطيكم الآن استراحة ربع ساعة أو تلت ساعة تلت ساعة كاملة في حيث أنه بتكتبوا لنا الخبر عن أهم ملفة نظركم في أخبار اليوم يعني أهم خبر لفت نظركم ممكن تكتبوه وتعيدوا سياغته ومعكم تلت ساعة كاملة لسياغة هذلكم سأترككم تلت ساعة الآن هنشوف الأخبار اللي اخترتوه وكتبتوه الوقت كان كافي كان الوقت كافي اللي أختبتوه في سابقة الدفاع التركية تعلن تحديد عناصر هيئة تحرير الشام علمت وزار الداخلية التركية المرة الأولى عن تحديد عناصر من هيئة تحرير الشام وصفتها بالتنظيم بالإرهابي وقالت نائب وزير الخارجية التركية سماعيت شاة شيكلي في تصريحات صحبية أنه في إطار عمليات الأمن الداخلي المنفذة في مايو 2020 حيدت تركية 12 من تنظيم داعش وهيئة تحرير الشام الإرهابية تأتي هذه التصريحات تتمزامون مع زائد الحشود ومما لفت انتباه المشاهد العربي لما بثه تنفذ لجلسات البرلمان الرد الذي قام به عضو الاقتلاف عضو الاقتلاف الكرام النائب عبداللطيف العلوي حيث قال يا آلة ناقص وآلة منشار وآلة طحنون نحن لم نتدخل في اتخاباتكم لماذا تدخلوا في اتخابات أجمل وانتخابات أجمل ماعز لم تفهمت هذا الخبر لماذا تحشرون أنه في شؤوننا يذكر أن الحزب الدستولي الحر يملك 17 مقادا في البرلمان متأسسها بعد الثورة لدف جمع مؤيدي النظام البائد في تونس ويتلقى دعما ماديا من الدول المناهرة لثورات الربيع العربية الخبر غير واضح وغير مفهوم السراج وأردوغان يخاطبان الدول الداعمة حفتر تحول بموقف موسكو والوفاق تقدم في ترهونة بعد استعداد تعادث كامل طرابلوس في قوات حكومة الوفاق الليبية المعترف في هذه الدولية قطرة قوات حفتر محمد طرابلوس في زيادة الزيارة هي الأولى له اليوم فهي السراج يصل إلى تركيا ويعقد مؤتمر صحفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ذلك عاقبها تحرير في ترابلوس من قوات حفتر يوقت سابق من أسبوع الماضي تم الحقيقة عدة انتظارات أسكرية منها تحرير قاعدة الواطية الجوية وترقاه خرق قوات حفتر في عدة مناطق وبلدات تمام الخبر سبقه شوي في إشكالية روسيا تزود نزال أسد بترفع الثاني من الطائرات الحربية مصعب برلمان تونس يسقط مسودة مشروع مسائل الغنوشي السراج وأردوغان يخاطبان الدول الداعمة لحفتر تحول بنوقف موسكو اليوثار تقدم في ترهوني بعد استعادة كامل ترابلوس قوات حكومة الوطاق الهيبية المعترفة فيها دوليين تطرد قوات حفتر من محيط ترابلوس في زيارة هي الأولى له اليوم فائز السراج يصل لتركيا ويعقد مؤتمر الصحافية مع الرئيس تركيا تمام خبر طويل تستسهلوا موضوع كتابة الخبر تستسهلوا موضوع كتابة الخبر سنأخذ خبر من اللي حكات منه ونشوف كيف منعيد تحريره سنحرره مع بعض سنشوف هذا الخبر لأول مرة في تاريخها الليرة السورية تخطى حاجز وصلت العملة السورية مهيارها أمام العملات الأخرى بلغ سعر الدولار الأمريكي اليوم 2200 ليرة سورية فيما بلغ سعر غرام ذهب عيار 2100 حوالي 100000 ليرة ورافق ذلك ارتفاع كبير في أسعار المواد الاستهلاكية وإغلاق تجارة محلاتهم ومتناعهم عن البيع خوفا من الحملة التي تقوم بها أجهزة التموين التابعة للنظام في فرض المخالفات بحقهم في مواجهتها لفيروس كورونا قطر تقدم مساعدات كبيرة لعشرين دولة ومساهمات مالية تقدر بمئة وأربعين مليون دولار أكد أمير قطر الشيخ تميل بالحمد أن بلاده والحقاء قدمت مساعدات كبيرة لأكثر من عشرين دولة من كافة أنحاء العالم من مواجهة إزمة كورونا وكانت المساعدات قد شملت معدات كبيرة مشفى ميداني عاجل يذكر أن مساعدات قطر لم تكتفي على الأمور المادية وحس ولكنها كانت قطر سباقة بتقديم ما يقدر من مئة وأربعين مليون دولار داعمة بذلك تلك الدول الفقيرة لمواجهة كورونا وجاء كلام أمير قطر هذا خلال كلماتي في مؤتمر اللقاحات العالمية المقام في لندن وبشاركة عديد من رؤسات الدول والبلدان طبق صوت يا مصطفى أستاذ السؤال أنت بتقرأ الأخبار بشكل عشوائي أم أن الرسائل التي ورسلها الشباب لا تصل إلينا جميعا وجدت بعض الأخبار التي قرأتها والكثير منها لم أجدها بشكل عشوائي يعني أنا أقرأ الرسائل اللي عم توصلني قرأت بالتبتيب أظن تمام قرأت كل الرسائل اللي أرسلت طيب طيب عيد الرسالة للرسالة يا صحا هناك سائل يتم إرسالها على الخاص ولا تظهر لجميع حتى عندي ما عم تظهر الدولار يسبق التاريخ في سوريا يبحث السوريين في صباح كل يوم جديد عن أسعار الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية مقابل ليلة سوريا وبلغ سعر صرف الدولار لسوريا في الساعات الأخيرة من يوم الخميث موافق الرابع من حزارة مقابل ليلة سوريا 2150 ليلة في دمشق و220 ليلة في حلب وازداد البحث بشكل مكثف في الأيام الأخيرة بعد تعرض ليلة سوريا لحالة من الذبذبة التي أثرت على السوق المحلي في سوريا سواء في المناطق المحرضة أو في مناطق النظام بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمية التي تعرض لها سوريا مع ظروف جائحة كورونا كوفيد-19 التي أثرت بقوة على اقتصار العالمي والأحداث الأخيرة التي تمر بها الولايات الانتحدة الأمريكية جميع هذه الأزمات أثرت على السعر المحلي في كافة الدول العربية والعالمية المكاين في سوريا باتت تأثيره كبيراً وقد لا يطار بالنسبة للشعب فإذا ما راحثنا في متوسط معدل داخل الفرق في سوريا فلا أنت عم تكتب هذا تحليل مش خبر هذا تحليل صحفي نحنا عم نحكي عن خبر صحفي بمعنى أنك أنت بتنقل المعلومة ما بتخول بتفاصيل المعلومة وموراء هذه المعلومة تحليل المعلومة وما ينتج عنها وما تأثيرها هذا الموضوع مش من اختصاص الخبر الصحفي الخبر الصحفي هو إنه تتخبرني شو صار شو صار مختصار شو صار يعني عكي لي القصة من طاقطة الأسلام عليكم بتحكيلي القطصة من طاقطة لسلام عليكم هذا هو الخبر حتى الآن موضوع تتابة أخبار عنكم ما في سبك بمعنى أنه هناك ترابط عضوي لتتابة الخبر يجب أن يكون هناك ميران عنا محاضرتين على فكرة على موضوع تحرير الأخبار البعض أقول ليش محررنا هذه الأخبار هذا الكم من الغزارة من المعلومات حتى يصير في عنكم أرضية من المعلومات الثقافية المتعلقة بالعمل الإعلامي والصحفي وهذا العمل التراكمي من أجل ذلك يعني نرسم بعض الأفكار والمفردات بشكل متناسق حتى تستطيعوا أن يكون هناك تدريبات على كتابة الخبر هذه التدريبات ستساعدكم كثيرا في الأيام القادمة إن شاء الله على سياغة الأفكار وربطها ببعضها البعض في أخبار رأيت ترجعوا تبع توليها ترجعوا تبع توليها تعدي الإرسال تعدي الإرسال تعدي إرسال الخبر يا أسرى كلمات بسيطة تؤدي بأمن البيت الأبيض لا أستطيع التنفس أكاد أن أخفر القيمات رددها رجل أمريكي أسود اللون البلد من العمر 46 سنة على يد شرطي أبيض أوقفه على حاجز إحدى الولايات الأمريكية هاي قصة خبرية وليست خبر يعني الخبر هو نقل المعلومة لا أن تسرد لي تفاصيل الخبر تفاصيل الخبر والأحداث التي مر بها الخبر هذه تدعى قصة خبري هذه تقرير هذا تقرير وليس خبر التقرير المفصل والقصة الخبرية مختلف تماماً على الخبر الخبر هو الإجابة يعني سأعطيكم تعريف آخر هو الإجابة على الأسئلة الستة ماذا حصل متى حصل أو ماذا حدث متى حدث أين حصل هذا الأمر ولماذا يعني يمكن أن ترتبوهم وتجيب عليهم ثم ترتبوا هذا الخبر بسياقات في سياق متصل في سياق ممتصل ومن جهة أخرى وفي هذا الإطار ومن هذا الجانب أكد نوها شدد لو كان هناك مقولة لأحد المسؤولين أو لأحد الشخصيات الحكومية لابد أن يكون هناك لابد أن يكون هناك ترابطين هذه الأفكار ثم يتم ختام هذا الخبر بأن نضع له خاتمة بيذكر أن معلومة يتم ربطها بالخبر معلومة لم يتم ذكرها خلال خبر أن تذكر خلال هذا الخبر الآن نتابع في المحاضرة المناورة والتفاوض يجب أن يكون المراسل الناجح ذكيا مناورا مفاوضا جيدا حتى يستطيع الوصول للحقيقة الكاملة بدون تأخير أو حاج أو مأزق أو خطر اعتماد مصادر دقيقة ومتجددة على المراسل الناجح أن يعتمد مصادر دقيقة ويحافظ على سبيتها وأن يفتح قنوات مصادر جديدة كلما استجدت الظروف والأحداث فالاعتماد على مصدر دقيق ونزيق ستجعل المراسل مصدرا للمعلومة الموثوبة لدى الجمهور التواصل الاجتماعي من الضرورة جدا أن يتمتع المراسل الناجح بالحضور الاجتماعي وأن يكون مقبولا لدى الآخرين حتى يتمكن من إنجاز عمله بدون معوقات ويضمن تفاعل الجمهور مع مادته الإعلامية يجب أن يبتع الابتعاد عن وسائل الإعلام المؤدلجة المؤدلجة بمعنى المسيسة التي لها سياسات وأجندة واضحة وتتبع لدول معينة بالتالي وأجندة وسياسات هذه الدول واضحة ضمن وسائل الإعلام هذه بالتالي الصحفي يجب أن يبتعد عن وسائل الإعلام المؤدلجة لا يمكن للمراسل الذي يطمح إلى النجاح أن يعمل في مؤسسة إعلامية ذات إديولوجيا معينة لأنها ستؤثر على استقلال يده وتسقط مريقه الصحفي وربما لن يستطيع التخلص من تبعاتها حتى لو ترك العمل فيها لاحقا وهل يوجد إعلام غير مؤدلج؟ يعني هناك إعلام على درجة من الحيادية أو على هناك يتمتع بمصداقية أما أو بدرجة من الحرية أكثر من باقي مؤسسات إعلانية مسيسة وهناك مؤسسات إعلانية مشتركة تكون ليست يعني بينها مثلا قطاع خاص وقطاع حكومي أو الصحفي لديه حرية المناورة فيها بشكل أكبر صحيح يستمع إلى كل وسائل الإعلام لكن يبتعد عن العمل في وسائل الإعلام المؤدلجة لا يمكن للمراسل الذي يطمح إلى النجاح أن يعمل في مؤسسات إعلامية ذات إديولوجية معينة لأنها ستؤثر على استقلاليته وتسقط بريقه الصحفي وربما لن يستطيع التخلص من تبعاتها حتى يترك العمل فيها لاحقا الاعتماد على النفس يجب على المراسل الصحفي أن يعتمد على نفسه وأن يكون مهيئا لكل المواقف ولا يجب الاعتماد على النقابات أو الاتحادات التي ينتمي لها الصحفيون في توفير الحماية أو استرداد الخوق لأنها في النهاية منظمات مجتمع مدني لا تخلو من المجاملات والعلاقات الشخصية ويمكن اعتبارها فقاعة صوتية لا غير المصحبين والأحداث أثبت أنه لا إعلام غير مؤدلج طبعاً الأعلام المؤدلج هو الأعلام المسيس يعني الذي يتبع لسياسات وأجند الدول معينة وبالتالي مرتبط بسياسة معينة هناك أعلام يعني يكون له لديه مساحة من الحرية أكبر من يعني وسائل الإعلام عندها مساحة حرية أكبر من وسائل الإعلام أخرى أسلوب خاص وأفكار إبداعية إذا أراد المراسل الصحفي الحفاظ على نجاح العمل عليها أن يستخدم أسلوبه مبتكراً وخاصاً يميزه عن غيره ولا بد من أن يجدد أفكاره لتتناغم مع الحداثة خاصة في الوقت الحالي الذي يشهد تفاعلاً قوياً في مجال مواقع التواصل الاجتماعي إذ إن الكثير من المستخدمين مواقع التواصل ينقلون الأحداث بسرعة بدون أي ضوابط أو قيود ونجحت تلك المواقع في جزء الجمهور بشكل فعال وهذا بحد ذاته يشكل تحدياً للمراسلين الذين يجب أن يبذلوا جنداً كبيراً في صياغة الأحداث والحقائق من زاوية مختلفة ومشوقة بدون المساسب جوهر الحقيقة تحديات ومعوقات رغبات المجتمع وأهوائه إن معظم المجتمعات وفي بعض القضايا تريد من المرسل مغالطة الحقائق والأحداث وعدم إظهار جانب الحقيقة الخفي الذي يناقد أهوائهم أو يكشف عن حقائق تتضارب مع رغباتهم ومصالحهم وربما معتقداتهم ومتبنياتهم ولذلك غالباً ما يتهم المراسل الصادق والمهني لعدم المهنية أو يتعرض للنقد وربما التهديد أو التصفية الجسدية الأجهزة الأمنية في بعض المناطق العراقية في بعض المناطق العراقية تعتبر الجهات الأمنية عقبة كبيرة بسبب ما تطلوه من إشراءات تعجزية تعرقل وتحجب الكثير من المعلومات حتى أن بعض الأجهزة تتعامل مع كاميرا المراسل وكأنها عبوة ناسفة هل يكفي الاعتماد على النفس فقط بالحفاظ على الحقوق ما فائدة النقابات والاتحاد الصحفي الاتحادات والنقابات الصحفية تقوم بالدفاع عن حقوق وحريات الصحافة لكن الصحفي يجب أن يكون قلامه قوياً وبالتالي يجب أن يكون لديه الاستطاعة لكي يؤكد المعلومة وينفيها وكي يستطيع أن يتبنى وجهة نظر وأن يقدم طروحة أو وجهة نظر أو يعبر عن رأيه الآن النقابات تفيد بتكوين شبكة من العلاقات التي تشكل منظمة أو مجتمع مدني بالتالي هي مساحة لطرح الأفكار ولتبادل وتجازل بالآراء ووجهات النظر والوصول إلى وجهة نظر موحدة أهمية وجود تشريعات وطنية رصينة توفر للصحفيين الحماية الضرورية وتتيح لهم حق الحصول على المعلومات والوصول إليها بدون عناء أو مشقة ومخاطر أهمية وجود تشريعات وطنية رصينة توفر للصحفيين الحماية الضرورية وتتيح لهم حق الحصول على المعلومات والوصول إليها بدون عناء أو مشقة ومخاطر الآن بدي منكم تكتبوا لي عشر نقاط من المحاضرة عشر نقاط مرتبين عشر نقاط مرتبين أو سمحتوا عشر نقاط مرتبين عن مضمون محاضرة اليوم عشر نقاط مرتبين عن مضمون محاضرة اليوم في أي سؤال أو استفسار أحد يحب يطلب المايك لأعطيه المايكريفون يحكي أحد يحب يطلب المايكريفون يفتحه المايكريفون لكي يحكي ترجمة نانسي قنقر في أي استفسار أو سؤال إذا لم يكن هناك أسئلة دعونا نقاط محاور محاضرة اليوم على شكل عشر نقاط يبدو أنه عشر نقاط كتار عليكم ممكن كل أحد منكم يكتب نقطة أو نقطتين ممكن كل أحد يكتب نقطة أو نقطتين وهي بصحفي مصعب عبد الحميد خلفية سياسية وقتصادية وثقافية وتاريخية وافية لفهم الشؤون المحلية والدولية والتطورات السياسية في الداخل والخارج وعياً وفهماً للمغزى الاجتماعي لمهنته وبسؤوليته تجاه الجمهور الذي وجه له كتاباته ووجهة نظره واضحة المعالم وفهم حاجات ورغبات وآلام وآمال الناس الرغبة في قول الحقيقة وما يكفي من الجدية والحصاني والخوض عميقاً لخنص شوار الأحداث الشجاعة الكافية لمناصرة الحقيقة والدفاع عنها حتى في الظروف الصعبة التحلي بالإحساس بالمسؤولية والدقة والعناية والصبر والابتعاد عن إصدار حكم قاطر قوة الملاحظة والقدرة على العمل بسرعة ودقة الكتابة بمساطة واستوى مبيعي وثروة غنية ووافية بالمفردات والمعرفة بالأدب معرفة للغات الأجنبية على الصحفي أن يتجنب العمل في الصحافة المؤدلجة عليه أن يشكل مصادره وينوعها على الصحفي وينوعها على الصحفي أن يجيب في قبره على السئل السيطة ميزات الصحفي احترام القوانين الأنظمة الجرأة في طرح الأفكار الحيادية احترام جميع الطائف مؤهدات صحفي الرغبة في قول الحقيقة الشجاعة المناصرة الحقيقة يتمدع بقوة الملاحظة معرفة اللغات تشخيص الأحداث والأخبار والدلائف يمتلك الحاسس الخبرية مواصفات الصحفي التجرب التام من الأهواء العرقية رامى أن يكون واعي وفاهم للمغزى الاجتماعي قوة الملاحظة أحمن مواصفات الصحفي الناجح همة لتعرف النقوص ورغبة ملحة معرفة ثمرة العلم الجالية التدرج في الطلب شملة جملة البداية بالأهم ثم المهم الإلمام بالتقنيات الحديثة الفضول الاهتمام والعناية بالناس الحاسة الخبرية المعرفة بالنفس وهلط صحفي الدقة والموضوعية التجرد الجانب الإنساني الخلفية المتعددة الثقة بالنفس يكون ذو ثقافة سياسية واقتصادية وسياسية للمنطقة التي يعمل بها ومحيطها في محيطها الفضول الاهتمام بالنفس عنده ثقة بالنفس يا نور شو الفرق بين الاهتمام بالنفس وعنده ثقة بالنفس معنات اندي فتاعية ما ذكرت انه غير الخضوط وانه عنده ثقة بنفسه نور بغذين لازم تكون مركزة معنا اكتر من هيك أهمية وجود تشريعات وطنية رصينة صاحب الرزاق أحمن أناس تجنب العمل في مؤسسات صحافة المؤدلجة أو الدخول في مؤسسات اللي يستطيع فيها إيجاد هوامش يستطيع من خلالها خدمة الرسالة العام للعمل الصحفي القدرة على التواصل الاجتماعي نور مؤذن يجب أن يكون شجاع محمد أبو أنس ميزات الصحفي اكترام القوانين والأنظمة الجرأة في طرح الأفكار الحيادية وأهلات صحفي الرغبة في قول الحقيقة الشجاع المناصرة الحقيقة يتمتع بقوة المراحظة ومعريفة اللغات تشخيص الأحداث والأخبار والدلائل المواصفات الصحفي التجرد التام من الأهواء العرقية شبكة الأصدقاء في مكان العمل الشجاع والصدق الأماني أن يكون الصحفي متمكنا من اللغة ولديه مخزون جيد من المفردات وأن يكون شجاعا ولديه ثقة بالنفس وتمكن من سند الخبر أو القصة الخبرية لا القصة الخبرية ما حكنا عنها فقط الخبر لا يسرد الخبر يكتب أو ينقل بطريقة سليسة تجذب القارئ والمستمع والمشاهد الحاسة الخبرية والشجاع والصدق الأماني واعتماد البصدر بالتقيق وصاحب شبكة من الزملاء وهلات صحفي مواصفات ومميزات صحفي منها القدرة على تشخيص بإخبار معرفة كامل وثقافة واسعة المناورة والتفاوض والتواصل الاجتماعي تماماً هيك بنكون اليوم عملنا إحاطة لأهم النقاط والأفكاد الواردة بمحاضرة اليوم عن مميزات صحفي مؤهلاته وأهم المواصفات التي يجب أن تتواثر فيه شكراً لحسن استماعكم إذا فيه أي سؤال أو أحد يحب يعمل المداخلة على المغرفون أنا ممكن أتلقى مداخلتهم بالوقت متاح لكم الآن فيه أي استفسار أو مداخل إن كانت المحاضرة واضحة فيه شيء ما فهم من المحاضرة لا، الجميع محددون بالرسائل لا، الرسائل تعمل للجميع حسين بدأ في مايك طيب، حسين فضل يا حسين يعطيك العافية استاذ سهلا استاذ، بالنسبة للقصص الخبرية فأنا أحيانا عم أكتب تقارير أو مقترحات للقنوات وعندي ضعف هذا الشيء لو سمحتك شرح بسيط سيكون في دورة مخصصة لموضوع التقارير الصحفية والتقارير التلفزيونية والتقارير الإزاعية بتحكي عن القصص الخبرية وعن التقارير التلفزيونية نحن نعطيك العافية سوف نظار في دورة إن شاء الله إن شاء الله هل يوجد أي شخص لديه استفسار أخرى؟ أحد يبدو المايك؟ طيب، الذي يبعط رسالة، تعطيني المايك بعد أخي حسين أخي يبدو المبصيد حسنًا حسنًا أعطيت المايك يا محمد لكن أتحدث عن اسمك و أتحرك المايك ما يطلع عندي اسمك بقائمة القائمة اللي فيها المغرفونات ما يطلعها اسمك اسمك بقائمة المايك ما موجود اسمك يا محمد أه طلعوا لأنك مسمي غير شيء طيب طلعوا 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 و ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر